اشتركوا في القناة اهلا بكم مشاهدين الى هذه التغطية والتي سنخصصها لاخر تطورات في سوريا وتداعيات حربي لبنان وغزة شنت الطائرات الحربية الروسية موجة من الغارات استهدفت مناطق متفرقة من ادلب واريف حما شمال غربي سوريا وقال مراسل تلفزيون سوريا ان الغارات استهدفت محيط قرية دير سنبل في جنوب ادلب واخرى طالت بلدة السرمانية في سهل الغاب شمال غربي حما هذا وتزمن القصف مع تحليق طائرات الاستطلاع الروسية في سماء المنطقة وسط دعوات الى تقييد حركة المدنيين ومن جسر الشغور ينضم الينا مراسلنا مونير الحاجي اهلا بك معنا مونير حدثنا عن معلومات اكثر حول هذه الغارات تعم كاترين التصعيد كان كبير خلال الليلة الماضية سواء عبر القصف المدفعي والذي هو في طبيعة الحال لم يتوقف على خط التماس والقرى والبلدات القريبة من خط التماس اما عن الطائرات الحربية الروسية فهي كانت غائبة نوعا ما عن الاجواء باستثناء بعض الطلعات التدريبية او المناورات في اجواء المنطقة خلال الثلاث ايام الماضية اليوم او مساء الليلة الماضية عودت هذه الطائرات لتجدد غاراتها على مناطق متفرقة كان لبلدة السرمانية او قرية السرمانية وهي محور وخطة مباشرة مع قوات النظام كان لها نصيب من تلك الغارات عبر غارة مزدوجة شنتها في تلك المنطقة ما بين بلدة السرمانية او قرية السرمانية وقرية دوير الاكراد في سهل الغاب في ريف حماء الشمالي الغربي ايضا كانت هناك غارات مماثلة ايضا استهرفت القسم الشرقي من جبل الزاوية تحديدا منطقة البارا ودير سمبل ايضا بعدد من الغارات التي استهدفت تلك المنطقة لكن اقتصرت كل هذه الاضرار على المادية الى جانب تحليق طائرات الاستطلاع يعني كاثرين والتي في طريقة الحال لا تغادر اجواء المنطقة الاستطلاع الروسية تحلق برفقة الطائرات الحربية الروسية في اجواء المنطقة واحيانا تقوم بمسح شامل لكافة المنطقة حتى في مناطق العمق لان نتحدث عن وجود لطائرات ايضا اخرى استطلاع تتبع للتحالف الدولي في ريف ادلب الشمالي في منطقة كلها على الحدود السورية التركية هي تحلق منذ ساعات الصباح اما عن القصف المدفعي كاثرين فكما قلت يعني هو متواصل ويمتد من جفهة الزاحل مرورا بسهل الغاب وجبل الزاوية وريف ادلب الشرقي وريف حلب الغربي كل هذه المناطق كانت خلال الـ 24 ساعة الماضية كانت قد تعرضت لقصف عنيف من قبل قوات النظام تلال بينها الاستراتيجية في ريف اللاذقية الشمالي أيضا محور العنقاوي في سهل الغاب وأيضا بلدة كانصفرة والفطيرة وأيضا تبادل لإطلاق النار على محور حنتوتين في جبل الزاوية الجنوبية وكان هناك بحسب فصائل المعارضة تمكنها من تدمير رشاش أو عطب رشاش من عيار 14.5 أيضا قتل عنصر أو قنص عنصر على تلك الجفهة أما عن التصعيد خلال 24 ساعة من ريف حلب الغربي فكان النصيب الأكبر في بلدة الأبزيمة وأيضا بلدة السحارة حيث قامت قوات النظام بشن حملة من القصف وهي موسعة سواء عبر الطائرات المسيرة الانتحارية أو حتى عبر صواريخ الكورنيت الموجهة والتي استهدفت في أهداها محيط النقطة التركية في بلدة السحارة في ريف حلب الغربي إلى جانب قصف مدفعي طال منطقة تديل وكفر عمى وكفر تعال بشكل متقط خلال 24 ساعة الماضية أيضا هناك قصف آخر يعني كاترين روبام هو منفصل في ريف حلب الشمالي هو في الدرجة الأولى يتركز على أو يكون مصدره القوات المشتركة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية وهناك قصف آخر يعني يكون مصدره قوات سوريا الديمقراطية فقط خلال الليلة الماضية ويوم أمس يعني 24 ساعة الماضية كان القصف الأعنف هو من نصيب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي وتسبب طبعا بسقوط جرحة سبع جرحة بينهم سبع جرحة بينهم يعني أربعة نساء وطفل وأيضا كان هناك يعني إصابات خفيفة بين المدنيين قد جددت يعني قوات النظام استهدافها لمدينة الباب مع ساعات متأخرة من الليلة الماضية أيضا كان هناك قصف يعني متقطع لكن هو في الأراضي الزراعية ما بين يعني مدينة جرابلوس ومدينة عطرين أيضا في ريف حلب الشمالي تقوم يعني القواعد التركية بأرد المباشر على المصادر يعني التي تخرج منها القذائف سواء القوات المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية أو حتى يعني قوات سوريا الديمقراطية أو قوات أسد مونير تحدثت عن استهداف لأكثر من منطقة ومدينة حدثنا عن طبيعة هذه المناطق وإذا ما كان هناك سكان من المدنيين فيهم يعني بالنسبة لقصف المحاور إدلب والقرى والبلدات القريبة من خطوط التماس هي تقريبا شبه فارغة من السكان ويتم استهدافها تقريبا بشكل يومي واحدة ما دفع الأهالي إلى النزوح من تلك المناطق أما عن ريف حلب الغربي فالقصف بالتأكيد كان مفاجئا لأن مدينة الباب لم تكن في ريف حلب الشمالي لم تكن تتعرض لقصف بشكل مستمر إنما ما بين الحين والآخر تقوم يعني قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية بزعزعة الاستقرار في تلك المنطقة وهذا ما حدث وبالفعل كان هناك سقوط لجرحة كما قلت سبع جرحة بين المدنيين بالإضافة إلى الخسائر المادية أي أن الاستهدافات في ريف حلب يعني تختلف عن الاستهدافات في ريف حلب الشمالي تختلف عن الاستهدافات في ريف حلب الغربي أيضا لأن هناك أيضا استهداف آخر كما قلت في ريف حلب الغربي كان من نصيب أيضا النقطة التركية المتواجدة في بندة السحارة عبر صاروخ موجه ردت عليه القاعدة التركية بقصف يعني القصف الذي خرج من القواعد التركية سواء في ريف حلب الغربي أو حتى في القصف الشمالي كان يستهدف في الدرجة الأولى مواقع القوات المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية محيط مطار منغ العسكري وأيضا عدد من المواقع التي كانت تعتبر مصدر لإطلاق النار باتجاه ريف حلب الشمالي والغربي شكرا جزيلا لك مونير الحاجي كنت معنا من جسر الشغور تجدد القصف الصاروخي مساء الخميس على مدينة الباب في ريف حلب للمرة الثانية خلال ساعات في حين رد الجيش الوطني السوري بقصف مواقع لقساد وقال الدفاع المدني السوري أن قصفا صاروخيا مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقساد استهدف أطراف مدينة الباب وبالقرب من خيام لمدنيين وأشار الدفاع المدني إلى أن فرقه تفقدت الأماكن المستهدفة وتأكدت من عدم وقوع إصابات بين المدنيين هنا أحد المواقع الذي تعرض للقصف قبل قليل في مدينة الباب في ريف حلب الشرقي هذا المكان هو منزل في حي زمزم الموجود في مدينة الباب نلاحظ أن المنزل دمر بشكل شبه كلي كانت العائلة تجلس في هذا المكان وأقصد في المنزل عندما تعرض للقصف بحسب المعلومات الأولية التي وصلتنا أن هناك إصابات بين المدنيين من جراء القصف الذي تعرضت له مدينة الباب والمعلومات الأولية تشير أيضا أن أربع قذائف مدفعية سقطت في مدينة الباب في أحياء متفرقة هذا هو أحد المواقع التي تعرض للقصف نلاحظ أن هناك كمية دمار كبيرة لاحقت في هذا المنزل وكما وصلتنا المجاهد قبل قليل ومن المواقع الأخرى أيضا هناك نسبة دمار من جراء القصف الذي تعرضت له هذه المنطقة بشكل عام طبعا شهدت المنطقة ونقصد هنا ريف حلب الشرقي عدة هجمات بالقذائف في الفترة الأخيرة طالت أطراف مدينة الباب أطراف مدينة بزاعة هذه القذائف كان لم يصدرها قوات قصد المتمركزة عند خطوط التماس المباشرة ما بين قوات الجيش الوطني من جهة وقوات قصد من جهة أخرى القذيفة التي سقطت في هذا المكان لم يكن أثرها محصورا في مكان معين كما نشاهد أن أثر هذه القذيفة امتد على معظم المنازل الموجودة في هذا المبنى الموجود في حي زمزم في مدينة الباب بريف حلب الشرقي من هذا المبنى أصيبت سيدة بحسب القاتلين في هذا المبنى أن إصابتها كانت طفيفة وتم نقلها إلى المشفى بينما في مواقع أخرى أيضا وصلتنا أنباء أن هناك إصابات وقعت بين المدنيين هذا الاستهداف لم يكن الأول من نوعه على مستوى مدينة الباب تعرضت مدينة الباب خلال الفترات السابقة لها جماعة عدة ولا أقصد هنا الفترة الحالية كان أبرزها مجدرة السوق التي خلفت العديد من القتلى والجرحى بين المدنيين وتأتي هذه الحادثة ما بعد ربما أشهر من آخر استهداف تعرضت له مدينة الباب في ريف حلب الشرقي وكان مصدره منطقة رادار شعالة التي تخضع لسيطرة مشتركة ما بين قوات النظام وقوات قسد همامزين تلفزيون سوريا مدينة الباب تمكنت كاميرا تلفزيون سوريا من الوصول إلى قرية حضر في جبل الشيخ المتاخمة لحدود الجولان السوري المحتل وبالتحديد في منطقة عين التينة التي تبعد مائة متر فقط عن قرية مجدى الشمس داخل الأراضي المحتلة والمطلة أيضا على قرية مسعدة مراسلنا حمز المختار وصل إلى المنطقة ورصد آخر التطورات بشأن توغلات والتحركات الإسرائيلية على الحدود نحن الآن في منطقة عين التينة التابعة لقرية حضر والمتاخمة لحدود الجولان السوري المحتل نحن معكم لنرصد عمليات التوغل الإسرائيلية داخل الأراضي السورية كما ترون من خلف هذه هي قرية مجدى الشمس في الجولان السوري المحتل وهذه أيضا آليات الحفر التي يتم بواسطتها عشق الطريق والدخول باتجاه الأراضي السورية كشفت صور جديدة لتلفزيون سوريا تحركات اللوجستية الإسرائيلية في جبهة الجولان السورية المحتل في ظل تحركات متعددة لروسيا والنظام السوري في صور واضحة لا غبار يشوه حقيقتها تظهر التحركات اللوجستية للجيش الإسرائيلي من محور جولان السوري المحتل متخطية السياج السوري ناسيفة ما نفاه النظام السوري على مدار الأيام السابقة ومؤكدة مصادر تلفزيون سوريا حول دخول مباشر لتل أبيب في سوريا تمكنت كاميرا تلفزيون سوريا من الوصول للنقطة صفر في منطقة عين التيناء التابعة لقرية حضر والمقابلة لقرية مجد الشمس ضمن الأراضي السورية المحتلة وكشفت أعمال الاحتلال الإسرائيلي في حفر الخنادق ضمن تحركات مستمرة كشفتها العدسة الخاصة منذ أكثر من أسبوع طالت قرية كودنا جنوب القنيطرة والعشة المحاذية لبلدة الرفيد وتجهيزه دوشما وسواتر ترابية برفقة دبابات من نوع مركافة توقل جيش الاحتلال الواسع في الجنوب السوري رفقته تطورات أخرى كانسحاب القوات الروسية من قاعدة تل الحارة إلى زمرين بريف درعا والعودة إليها بعد أيام وتحصينات لقوات النظام السوري بين منطقتين حضر وبيجن إضافة لسرايا وكتائب المدفعية والدبابات واللواء التسعين شمالية القنيطرة وتلك توجد فيها قوات إيرانية بكثافة إذن بإقاع بطيء ترسم تل أبيب خطوطها الجديدة في جبهة الجولان وتؤسس أرضية لأي معركة أو إعلان حرب قد تبدأها ضد الميليشيات بجميع جنسياتها والمساندة للنظام السوري في المنطقة هذا وكانت روسيا قد استقدمت قوات عسكرية إضافية إلى جنوبي سوريا بعد ساعات من تعرض مناطق بالقرب من الجولان المحتل لقصف مصدره الأراضي السورية وقالت شبكة درعا 24 إن رتلا عسكريا مؤلفا من عشر عربات للقوات الروسية شهد على أوتسترات دمشق درعا وذكرت الشبكة أن الرتل العسكري قدم من العاصمة دمشق ويتجه نحو جنوبي سوريا كشفت حسابات مقربة من النظام عن تلقي عناصره تدريبات على يد الجيش الروسي في جنوبي سوريا وقالت المصادر إن ضباطا من الجيش الروسي دربوا طواقم المدفعية في قوات النظام على ما سمتها عمليات تدمير الأهداف والتنسيق مع وحدات المرافقة القتالية وينضم إلينا العقيد اسماعيل أيوب محلل عسكري واستراتيجي من عمان أهلا بك معنا سيادة العقيد بداية من وجهة نظرك ما الذي تريده إسرائيل من هذا التوغل في مناطق الجولان بسم الله الصلاة والسلام الرسول الله تحية لك ولي قناتكم الكريم والسادة المشاهدين مؤكد أنه في خضم هذه الأحداث والحرب التي تقوم بها إسرائيل مع جميع لبنان مع حزب الله وأيضا في غزة وأعلانها الحرب على التنظيمات المسلحة التابعة للحرس الثوري إيراني وأشارت بشكل واضح إلى التنظيمات في سوريا بالرغم أن هذه التنظيمات حتى الآن لم تهاجم إسرائيل بشكل مجلي بشكل واضح بعض الأوقات تطلق قذيفة وقذيفتين وتقع في أراضي مفتوحة إلا أن إسرائيل تعمل في سباق مع الزمن تستبقى الأمور خرقت الحدود منذ أسبوعين في منطقة كودنا وأقامت مساتر وسواتر ترابية وربما أقامت ممرات لتوغل الآليات الدبابات والعربات في حال قررت الدخول ومطاردت ملاحقة هذه الميليشيات مؤكد أن الأمور العسكرية في تصاعد خاصة في جنوب لبنان وهناك تخوف من قبل الاستخبارات الإسرائيلية بأن تدخل هذه الميليشيات في الحرب مع حزب الله وخاصة إذا أقدمت إسرائيل على ضرب إيران ربما تقوم هذه الميليشيات في رد وبالتالي يعني هم يستبقون الأمور يفتحون ممرات إجبارية معابر هندسية كما ظهر على تقريركم المعدات الهندسية تفتح الطرق سواء في مددى الشمس سواء في منطقة جباتها وفي الجنوب وعودة القوات الروسية ربما هذا يأتي في سياق تطمين إسرائيل بأن الروس سيضبطون الإقاع الأمني في الجنوب لكن هذه القوات لا تكفي حقيقة أنت ما تنفلت الأمور من عقالها لن تجد الميليشيات بد أو سهولة من تحاشية القوات الروسية أو حتى عدم الامتثال لأوامرها وبالتالي ربما تقدم على أمر في الجنوب السوري مهاجمة القوات الإسرائيلية وبالتالي أعتقد أن الجيش الإسرائيلي استعد لعمليات توغل ربما تكون عمليات خاصة عمليات استطلاع بالقوة ربما تكون عمليات خلف خطوط خلف خطوط القوات المتمركزة تعلمون أن الميليشيات منخرطة في اللواء 90 واللواء 61 نبيت الحيطة على الجبهة وبالتالي من خلال المظهر لا يمكن التعرف عليهم لكن الاستخبارات يعني العالمية وخاصة الإسرائيلية تعرف أنهم موجودين في هذه المنطقة وأنهم يسيطرون على أسلحة الجيش السوري هناك وأن لديهم منصات إطلاق صواريخ مدفعية ما إلى ذلك وبالتالي في حال تطورت الأحداث ربما تتلقى هذه القوات ضربات جوية كثيفة وتوغلات من قبل القوات الإسرائيلية يعني هم بشكل أو بآخر يعملون على استباق الأحداث على استباق الأمور وخاصة أن القيادات العسكري إسرائيلية تقولون أن الضربة الإسرائيلية إلى إيران قد نضجت وهذا ربما سيجعل الميليشيات الإيرانية في سوريا في حال تأخب بالرغم أن النظام السوري نأب نفسه عن وحدة الساحات وعن الانخراط في هذه الأحداث وربما سيجعل موقفه ضعيف جدا أمام حليفي الإيراني وبالتالي أعتقد أيضا ربما في حال منعت أو تطورت الأمور ومنعت قوات النظام هذه الميليشيات من استعمال أسلحتها ضد إسرائيل في الأيام القليلة القادمة إذا تطورت الأمور ربما سيكون هناك حالم الاستقطاب بين جيش النظام والميليشيات التي تسكن معه جنبا إلى جنب أو تتمركز معه جنبا إلى جنب لذلك النظام السوري الآن محرج جدا 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 والنظام بوتين أيضا محرج بأنه وهذا ما أردت الحقيقة عنه سيادة العقيد إذا ما تحدثنا عن القوى الفاعلة على الأراضي السورية روسيا استقدمت تعزيزات عسكرية إلى الجنوب السوري بعد تعرض مناطق الجولان المحتل لهجوم ذكر أنه من مصادر الأراضي السورية مؤكد لكن كنت أقول أن القوات الروسية الموجودة عبارة عن شرطة عسكرية ليس لديها فاعلية برية على الأرض كأن الروسيا يعتمدون على فاعليتهم وضبط لقاء الأمن في الجنوب على حجم روسيا ودور روسيا وسلاح الجو موجود في قاعدة حميميم لكن حقيقة ليس لديهم قوات فاعلة إلا إذا كانوا يسيطرون على القرار العسكري للتشكيلات السورية الموجودة في تلك المنطقة لمنع الميليشيات من استخدام أسلحتها في حال تطور الوضع لكن كما قلت في حال فلتت الأمور من عقالها وتطورت الأمور بين إيران وإسرائيل في حال تمت الضربة الإسرائيلية المنتظرة إلى إيران ورد إيراني ربما تستخدم إيران ميليشياتها أيضا كونها قريبة من الحدود مع الجولان كما يحدث الآن في جنوب لبنان بالتالي هناك أحراج روسي هذه القوات لا تستطيع في حال انفلتت الأمور من عقالها أن تمنع هذه الميليشيات من استخدام الأسلحة وربما تتطور إلى أن تحاصر حتى النقاط الروسية الموجودة في تل مسحرة أو تل الشعار والنقاط المتمركزة هناك لقوات روسية لكن أعتقد حتى الآن هناك ضبط لحالة قاع الأمني ربما تكون هذا الرط الروسي رط الاستعراضي تطمين لإسرائيل بأن الأمور تحت السيطرة وأيضا هناك مؤشرات بأن النظام السوري قد بدأ بملاحقة الميليشيات أو الضغط على الميليشيات بأن لا تجبره على الدخول في احتكاك عسكري مع إسرائيل بالرغم أن إسرائيل تقصف يوميا العاصمة دمشق وتغتال وتقتل ما إلى ذلك لكن حتى الآن النظام السوري ينأب نفسه عن الانخراط بين قوسين محور المقامة بالرغم من انفلات الأمور على مصرعيها مع حزب الله في جنوب لبنان سيادة العقيد في خبر عاجل وردنا الآن أن نقلا عن وسائل إعلام لبنانية أنه تم خروج معبر جوسيا الحدودي بين سوريا ولبنان عن الخدمة بعد تعرض محيطه لغارة إسرائيلية وبحسب الإعلام اللبناني يتحدث عن خروج معبر اللقاع جوسيا عن الخدمة بعد غارة إسرائيلية على محيطه وتتحدث أيضاً من الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الحرب الإسرائيلي أغار صباحاً على الحدود اللبنانية السورية عند معبر القاع جوسيا ما أدى إلى إقفاله بالعودة إليك سيادة العقيد لماذا تستهدف إسرائيل المعابر؟ ما الغاية من هذا الاستهداف؟ هناك معابر كثيرة معابر واضحة ومعابر سرية وربما أنفاق بين الطرفي الحدود بين البنان والسورية وكلها تحت سيطرة حزب الله وإعلان إسرائيل بأنها ستبقي حزب الله تحت الضغط العسكري بعد افتيال قاداته بشكل طبيعي سوف تستخدم طرق الإمداد يعني أنت تعلمين أن الحروب يعني يجب أن يكون هناك دعم لوجستي يجب أن يكون هناك خطوط إمداد وحزب الله موجود في سوريا من عام 2011-2012 وبنى كثير من مستودعات للأسلحة بعيد عن عين إسرائيل في جبال القلمون وفي منطقة القصير وفي كثير من المناطق التي يسيطر عليها وحتى يوجد في منطقة القصير أنفاق بين الحدود السورية والحدود اللبنانية في منطقة اللبوي وغيرها في منطقة عكار وبالتالي عندما تأتي إشارات استخباراتية ومعلومات استخباراتية للطيران الإسرائيلي ولمن يدعم إسرائيل تعلمين أن الولايات التحدة الأمريكية وضع ثقلها في هذا الموضوع وتجير كل وساط الاستطلاع لصالح إسرائيل في عملياتها وبالتالي استهداف المعابر سواء كانت المعابر الرئيسية الظاهرة لوساط الاستطلاع أو حتى المعابر السرية بين الجبال والطرق الإجبارية وحتى الأنفاق الموجودة على حدود وأنا قلت على شاشتكم أكثر مرة سوف تقوم إسرائيل بضربها وقطعها لزيادة الضغط على حزب الله وربما أيضا ستلجأ إلى ضرب المدنيين من غير طائفة شيعية في لبنان أيضا لخلق واقع شعبي وضغط شعبي على الحكومة اللبنانية وعلى حزب الله وربما ستتطور أمور أكثر من ذلك وبالتالي ضرب هذه المعابر أمر طبيعي في حالة الحرب الحاصلة بين حزب الله وبين إسرائيل وأنا قلت وما زلت على رأيي أن ربما يكون هناك قرار غربي مصدره الولايات التحدة الأمريكية وتل أبيب بإزالة هذا الحزب فإما أن يلجأها أن يكون هذا الحزب حزب سياسي في لبنان ويسلم سلاحه للجيش اللبناني ويستسلم وإما أن كما قال وزير الدفاع قلنت في أن لو استمرت الحرب مع حزب الله سنة وسنتين لن ترفع إسرائيل الضغط عن حزب الله وسيكون التفاوض مع حزب الله تحت الضغط وتحت الضربات العسكرية ويعني الطرف الآخر يعني البادي لما نشاهده وما نقرأه على الشاشات وعلى مواقع التواصل بأن الحزب ثابت ما زال الآن يوقع خسائر في الجيش الإسرائيلي لن تكون دخول مغامرات أو مغامرات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان نزهة خاصة بعد مقتل قادات حزب الله ووصول قواعد حزب الله إلى قناعة بأن هذه بالنسبة لهم حرب مصيرية وجود أو لا وجود وبالتالي تكون هناك المعارك شريسة في النقاط التماس بين الطرفين على طول 120 كم الأيام القادمة ستكشف لنا طبيعة النواي الإسرائيلي أكثر ستوضح أكثر ما هي الحرب في جنوب لبنان شكرا لك العقيد اسماعيل أيوب محل العسكري وستراتيجي كنت معنا من عمان حياكم الله مشاهدين إذن نذكر بهذا العاجل الذي وردنا قبل قليل حيث أعلن وزير النقل اللبناني خروج معبر القاع بين لبنان وسوريا عن الخدمة بعد غارة إسرائيلية هذا ويوجد على الحدود السورية اللبنانية ستة معابر شرعية إضافة إلى عدد آخر من المعابر الغير الرسمية نتعرف إليها في هذا التقرير ستة معابر شرعية تصل بين سوريا ولبنان أولها معبر جديدة يابوس يقع بين بلدة جديدة يابوس في محافظة ريف دمشق وبلدة المصنع في محافظة البقاع من الطرف اللبناني ثاني المعابر هو الدبوسية يربط بين قرية الدبوسية بمحافظة حمص وقرية العبودية في لبنان وفي حمص أيضا يقع الثالث المعابر المسمى جوسيا حيث يربط بين بلدة جوسيا التابعة لمدينة القصير وقرية القاع اللبنانية رابعها معبر تلكلخ يربط بين بلدة تلكلخ في حمص ومنطقة وادي خالد من جهة لبنان أما المعبر الخامس فهو معبر مطربة في حمص والذي أعلن النظام السوري عن افتتاحه عام الفين واثنين وعشرين المعبر السادس هو العريضة يقع في محافظة ترطوس ويربطها مع قرية العريضة اللبنانية وإضافة إلى المعابر الرسمية يربط بين سوريا ولبنان سبعة عشر معبرا غير شرعي تعد خارج الرقابة الأمنية في كلا البلدين أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييدا واحد واربعين عنصرا من حزب العمال الكردستاني في عدة عمليات نفذتها خلال الأسبوع الماضي في شمال سوريا والعراق وقال مسؤول العلاقات الخارجية والإعلام في وزارة الدفاع التركية زاكي أكتورك إن قوات بلاده تمكنت من تحييد الفين ومائتين وخمسة وثلاثين إرهابيا منذ مطلع العام الجاري بينهم أكثر من الف ومائة في شمالي العراق وما يزيد عن الف في شمالي سوريا مشددا على استمرار عمليات الجيش التركي ضد الإرهاب وكانت الاستخبارات التركية أعلنت تحييد مسؤول ولاية هاكاري في حزب العمال الكردستاني سيركان نازلير المدرج على قائمة المطلوبين بتهمة الإرهاب وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأناضول أن نازلير الملقبة بسيفكان أميد هو من مخططي عمليات جرت في تركيا وكان مسؤولا عن تحديد وتوجيه منفذي الهجمات الإرهابية وأضافت أن الاستخبارات التركية تمكنت من تحديد موقع نازلير في ريف منطقة هاكورك في الشمال العراقي وتحييده في عملية خاصة هذا وعقد الرئيس التركي رجب طي بردوغان اجتماعا أمنيا في مدينة اسطنبول لبحث تداعية الهجوم الذي استهدف شركة الطيران والفضاء التركية في أنقرة يوم أمس وشارك عدد من المسؤولين الأتراك بالاجتماع من بينهم وزراء الداخلية والدفاع الخارجية ورئيس جهاز المخابرات وقالت وكالة الأنضول إن الاجتماع الأمني برئاسة أردوغان تناول الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة توساش والخطوات المتخذة في مجال مكافحة الإرهاب مضيفة أن الاجتماع أكد على استمرار مكافحة الإرهاب وعدم السماح بإقامة إرهابستان ما وراء الحدود وفق قولها هذا وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تبقى قلقة جدا بشأن الأنشطة العسكرية والتصعيد في شمال سوريا وتأثيره على السكان المدنيين والبنية التحتية وتأثيره على فعالية عمليات التحالف الدولي لضمان الهزيمة المستدامة لتنظيم الدولة وأضافت الخارجية الأمريكية في رد إلكتروني لوكالة نورث بريس أنهم على علم بالتقارير ويتابعون التطورات في الشمال وشرق سوريا عن كثب داعية إلى ضرورة خفض التصعيد وحماية المدنيين مشيرة إلى أنه من الضروري أن تحافظ جميع الأطراف على مناطق وقف إطلاق النار واحترامها كما شددت على تخفيض الأنشطة العنيفة من أجل تعزيز الاستقرار في سوريا والعمل نحو حل سياسي للصراع ترجمة نانسي قنقر عقد من إنقاذ الأرواح تحت شعار ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا الدفاع المدني السوري في الذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه وهذا موجز عن نشأته وأعماله في الاستجابة الإنسانية الطارئة والتعافي المبكر من جذور الأرض نبتوا خواذا وأياد يبيضاء رفعت الحياة في وجه الموت وحملت النجاة إلى أرض لم يترك مستبدوها نوعا من القتل إلا وألقوا به على أبنائها وبنائها ثلاثة آلاف وثلاثمائة متطوعا ومتطوعة هم قوام هذا الأمل الملقى على آلام السوريين واسمه الدفاع المدني السوري بدأوا فرادة في السنوات الأولى للثورة بعصيان مونير في حلب لأوامر النظام حين ذهب مع بعض رفاقه ليطفئ حريقا في منطقة خارج سيطرة الأسد وينشئ نقطة للاستجابة الإنسانية هناك مثل مونير رائد في إدلب الذي عمل مع عددا من المتطوعين في الاستجابة الإنسانية للقصف والنزوح إلى أن أسس عددا من مراكز الدفاع المدني في المنطقة وهكذا حصل في مدن وبلدات أخرى سمع مؤسسوها أخبار بعضهم بعضا ثم أخيرا أعلنوا توحيد جهودهم ومثاقهم الجامع في الخامس والعشرين من تشرين الأول عام 2014 تحت شعار ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا عشر سنوات من اللقاء وثقها الدفاع المدني السوري بقيم ومعايير وقوانين دولية إنسانية مستقلة وغير منحاذة ولا تدين بالولاء لأي طرف من أطراف النزاع في سبيل إحياء الأرواح كلها بلا تمييز وبغض النظر عن عرق أو دينا أو انتماء رافعين أثقالا وأعباء مؤسسية حكومية في ظل استخدام النظام السوري موارد الدولة ومؤسساتها كآدات لعقاب السوريين وزيادة معاناتهم فقدت دفاع المدني أكثر من 300 متطوع أكثر من النصف قتلوا بضربات متعمدة على مدى كوارثة ومجازر حلت بالسوريين لم تبدأ بمجازر حلب وحصارها ولم تنتهي بالزلزال المدمر كان جند الإنقاذ حاضرين فيها بعمليات البحث والانتشال والإسعاف أو الإخلاء من مناطق القتال وتحذير المدنيين من المخاطر وإدارة الملاجأ وتأمين المؤن خدمياً يعمل الدفاع المدني كذلك في إصلاح الطرق والمرافق العامة وإزالة التلوث وإبعاد ذخائر غير المنفجرة وإصلاح خيام النازحين والبنية التحتية وغيرها من أضاضي الموت ومسببات التعافي والأمل في ذكرى تأسيس الدفاع المدني السوري العاشرة رسم فريق السلام بريف جسر الشغور جدارية فنية في المدينة تصور أحد عناصر الدفاع المدني وهو يحمل طفلاً بين ذراعيه لتكون بمثابة رسالة الشكر وذلك تقديراً لجهود الخواذ البيضاء في إنقاذ المدنيين خلال هذه السنوات الذين قدموا تضحيات كثيرة في سبيل إنقاذ الأرواح اليوم وفي مناسبة ذكرى تأسيس الدفاع المدني السوري بوجههم تحيي عبر هاي الجداري اللي رسمتها طبعاً هي تقديراً لجهودهم ولبطولاتهم والتضحياتهم العظيمة على مدى العشر سنوات طبعاً بحب إلهم أنه أنتوا كنتوا سندنا بكل الأوقات الصعبة وكنتوا أملنا نحن نفتخر فيكم وشكراً من القلب بالذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة الدفاع المدني السوري حبينا نحن فريق السلام نقدم لهم هذا العمل الجداري اليوم تقديراً على جهودهم لقدموه طيلة العشر سنين الماضية قال مدير الدفاع المدني السوري رائد الصالح بأن هدف المنظمة هو إنقاذ أكبر عدد من المدنيين الذين يتعرضون للقصف في سوريا وذلك خلال لقاء أجراه تلفزيون سوريا سيُعراض اليوم في الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت دمشق كنا الهدف الذي نعمل عليه في بداية عملنا هو إنقاذ أكبر حدد أرواح في أسرع وقت ممكن هذا الذي كنا نعمل عليه ولم نكن نفكر في الأمور الأخرى لكن لم نكن نتوقع أن نكون بهذا المكان ونحمل هذه الأمانة ونحمل هذا حقيقة الأمان الكبير في رقبتنا من أهلنا الثقة التي وضعها أهلنا بنا خلال العشر سنوات الماضي حقيقة هي حمل ثقيل جدا الآن نحن نحمله ويعني بقدر هذا الحمل بقدر هذا الشرف الذي أيضا نحن نحمل شرف كبير بأنه الدفاع والحفاظ على أرواح المدنيين في سوريا هناك يعني شعور مختلط دائما نتحدث عنه ما بين الإحساس بالمسؤولي والإحساس بالفخر هذا وتحدث مدير الدفاع المدني السوري حول الحادثة التي أدت لتشكيل المنظمة وإجراء اتصالات واسعة نطاق لتمويل المتطوعين في وقفة عيد الأضحى كان هناك انفجار كبير جدا في سوق دركوش مدينة دركوش وهذا الانفجار حقيقة سقط جراءه كثير من الضحايا والجرحة وصلت أنا وفريق الدفاع المدني إلى مكان الانفجار حقيقة لم نستطع أن نفعل أي شيء كنا في حالة عجز دام كل ما يوجد في الأرض هو عبارة عن جسس متفحمة ومحلات تحترق وأطفال تحترق نحن لم نستطع فعل شيء في ذلك الوقت هذه الحادثة يعني ما ذلت إلى الآن أذكر يعني دخلت في حالة نفسية من البكاء لمدة يومين تقريبا لم ولكن بعدها قررت أنه يجب أن يجب أن نفعل شيء لا يمكن أن نترك الناس تموت بهذا الشكل وفعلا بعدها يعني عقدت عشرات اللقاءات والاجتماعات وسافرت وتحدثت عبر الهادف مع كثير من الأشخاص الذين أعرفهم والذين لا أعرفهم مع كل شخص استطعت الوصول إليه لتأمين سيارات صعاف أطفال أي معدات أي شيء نستطيع أن نعمل به أجرى تلفزيون سوريا لقاءا مع إداريين في مؤسسة الدفاع المدني السوري بشأن تأسيس المنظمة والإنجازات والبرامج والخطط المستقبلية مع بداية القصف الهمجي على المناطق السكنية من قبل النظام السوري كان في حاجة لإنشاء مبادرات مجتمعية متطوعين من كافة مشارب الحياة من أجل تغطية الفجوة التي نسجت عن عدم وجود فرق دفاع مدني في المناطق الخارجة عن سيطات النظام هذول المتطوعين واجهوا كثير من تحديات تحديات عدم وجود الخبرات، الآليات، المعدات واستمروا بالعمل لحتى ينقذوا الأرواح يشاركوا بإنقاذ الأرواح هذه المبادرات انتشرت بكافة مناطق السورية الخارجة عن سيطات النظام بـ 25-10-2014 اجتمعت قادة الفرق من كل المحافظات السورية وأسسوا الدفاع المدني السوري وقعنا على ميثاق المبادئ صرنا نوحد كل شيء كان في تحدي أنه نحن قضيتنا اللي هي الناس اللي عم تموت والنظام اللي عم حاول يشوه الحقيقة نحن كنا لأداية لحتى نحن نظهر الحقيقة خاطرنا بأرواحنا فقدنا أكتر من 300 شهيد ولكن نجحنا بإنقاذ أكتر 128 ألف شخص وأيضاً إظهار الحقيقة اللي هي كانت أهم صراحة واحدة من الأهم الأشياء ومتمنى أن نساعد بالعدالة لهذه الناس نحن شهود على مئات المجازر أكيد الإنجازات هي على صعيد البحث والإنقاذ على صعيد الإسعاف على صعيد خدمة المجتمعات اللي نحن في جميع المجالات حالياً نحن لدينا ثلاث أنواع من البرامج البرامج الطارئة اللي هي بتعني بشكل مباشر بالاستجابة لجميع أنواع الهجمات والغارات والكوارث الطبيعية أيضاً لدينا برامج هي برامج دعم التمكين المجتمعي البرنامج الثالث هو البرنامج العدالي والمحاسبة أيضاً هذا يؤكد أن تطلعات الدفاع المدني هي المحاسبة أساس من أجل بناء السلام بالنسبة للخطط المستقبلية دائماً الخطط هي مستقام من الاحتياجات الموجودة على الأرض لدينا خطة استراتيجية لكن لدينا أيضاً الخطط التشغيلية التي نعمل على تغييرها وعلى تبديلها مما يتناسب مع الواقع الموجود على الأرض في جميع القطاعات قطاع الصحة وقطاع التعليم قطاعات أساسية قطاع البحث والإنقاذ قطاع الحماية وأيضاً قطاع التعافي المبكر وكذلك الأمر قطاع العدالي والمحاسبة قتل ثلاثة صحفيين من جراء غارة إسرائيلية على جنوب شرقي لبنان قرب الحدود مع سوريا وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن الصحفيين الثلاثة قضوا إثر استهداف مقر إقامتهم في حاصبيا في حين ذكرت مؤسسة سمير قصير أن الصحفيين المستهدفين يعملون في قناتي المنار والميادين كما قتل سبعة وعشرون شخصاً بينهم ثلاثة عسكريين لبنانيين وأصيب تسعة وخمسون آخرون في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق بشرقي وجنبي ووسط لبنان وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة الخضر في بعلبك من اثنين إلى سبعة قتلى بينهم ثلاثة أطفال إضافة إلى تسعة عشر جريحاً هذا وذكرت الوزارة أن ستة أشخاص قتلوا من جراء غارة على منزل في بلدة الحلانية في حين أصيب نحو أربعة وعشرين شخصاً في بلدة بيتمشيك وثلاثة أشخاص في بلدة بريتال وخمسة في بلدة طليا إثر غارات إسرائيلية منفصلة وينضم إلينا من طرابلوس مراسلنا أحمد القصير أهلا بك معنا أحمد ضعنا في آخر التطورات لديك صباح الخير كاترين طبعاً الأدوان الإسرائيلي صباح اليوم بعد انتقال الصحفيين من منطقة برج عيون إلى منطقة حاصبية التي يوجد فيها أكبر تجمع للصحفيين بعد بلدة رميش الحدودية كان قد استهدف عند الساعة الثالثة فجراً هذا البقر كان فيه أكثر من ثمانية عشر صحفي من أربع أو خمس محطات كان في المحطات الميادين والمنار وسكاي نيوز والقاهرة إضافة إلى الجديد والجزيرة كان قد أدى إلى سقوط ثلاث صحفيين ضحايا نتيجة هذا الاستهداف إضافة إلى سقوط ثلاثة جرحة مع دمار كبير في هذه النقطة طبعاً أغلب الصحفيين كانوا يتواجدون في منطقة جديدة مرجعيون سابقاً وبعد التهديدات الإسرائيلية الأخيرة في الإخلاء كان قد تراجع الصحفيون إلى منطقة حاصبية التي يوجد فيها هذا التجمع الكبير إضافة إلى أنه كان هناك أيضاً استهداف لمناطق في الداخل السوري وتحديد منطقة جوسيا التي استهدف فيها جسر بين المنطقة وباقي مناطق القصير في محاولة من الأدوان الإسرائيلي لقطع الطرقات إلى اللبنان وتحديداً هذا الاستهداف يكون من الاستهدافات التي يحاول فيها فرض الحصار على اللبنان بعد استهداف المصنع الحدودي طبعاً بالنسبة بالصحفيين المتواجدين في منطقة حاصبية كان هذا ليس أول استهداف كاترين لطواقم صحفية سابقاً تم استهداف طاقم الميادين في أحد البلدات الجنوبية واستهدف أيضاً طاقم رويترز والجزيرة سابقاً أيضاً في منطقة قرب أرميش في الجنوب اللبناني يعني الرسائل التي يحاول توجيها الأدوان الإسرائيلي كيف ودر الصحفية واستهدافها يعني أغلب هذه السيارات وأغلب هذه المنازل يكون لدى قيادة الجيش واليونيفي المعرفة بأن هنا إقامة للصحفيين وأغلب سياراتنا التي تكون تغطي في الجنوب يكون عليها منصقات مكتوب عليها بريس لكي لا تستهداف ورغم ذلك تم استهداف المقر الذي أدى إلى حالة خلع بين الصحفيين يعني نحن منذ الساعة الثالثة ونصف صباحاً هواتفنا لا تحدى يعني الجميع يريد الأطمئنان على أصدقائه وزملائه وأهله الموجودون هناك إن كان من طاقم صحفية من جميع المحطات للأسف يعني يعجز الكلام بالنسبة لإستهداف الطاقم الصحفية بعد الطاقم الطبية التي استهدفتها إسرائيل شكراً جزيلاً لك أحمد لقصير مراسلنا من طرابلس أما في تطورات الحرب على غزة أفادت مراسلتنا أن الجيش الإسرائيلي اقتحم اليوم ساحة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة وأضافت أنه طلب من كل الموجودين في المستشفى من مصابين ومرافقين النزول إلى الساحة الرئيسية من جانبه قال الدفاع المدني بغزة إن أكثر من 150 مريضاً وموظفاً محاصرون في مستشفى كمال عدوان قتل ثلاثة وعشرون فلسطينياً من جراء قصف إسرائيلي استهدف خان يونس في قطاع غزة وقالت وسيل وعلام فلسطينية إن القصف استهدف منزلاً في منطقة المنارة جنوب خان يونس في حين أشارت إلى أن القصف تزامن مع إحراق عشرات المنازل في منطقة مشروع بيت لاهيا من دون ذكر تفاصيل إضافية مشاهدين ألقاكم على رأس الساعة في تغطية خاصة لحراك السويدة دمتم بخير ترجمة نانسي قنقر